السلام عليكم متابعي قناة مروم شارف في هذا الفيديو الجديد من بلاي لست سيرش بنك اعلم ان انا قمت بالغياب لوقت طويل عن شروحات سيرش بنك لكن السبب هو ان انا قمت بشرح جميع الفيديوهات يعني اي شيء في تطبيق سيرش موبيل قمت بشرحيه في قناتي سوف تجدون بلاي لست قمت بجمع فيها جميع الفيديوهات الخاصة بسيرش بنك سوف اضع لكم الرابط في صندوق الوصف قموا بالدخول الى تلك البلاي لست لان انا قمت بشرح تطبيق يعني من البداية الى النهاية لن اترك لكم اي شيء تقومون يعني بطرح سؤال عليه كل شيء يوجد في القناة فيديو اليوم هو طريقة سعادة كلمة سير التطبيق او المواقع الطريقة السهلة لن تحتاج الى اي شيء او توجه الى الواقع لا تقوم بالدخول الى تطبيق سيرش موبيل هنا كما تلاحظون سوف تجدون يعني الحساب الخاص بكم هنا المدوق بس يعني انت قمت بكتابة كلمة سير لكن نسيتها تقوم بكتابة اي كلمة سير خاطئة توقم بالضغط على كونكسيو هذه الطريقة من التطبيق يعني بعد ما تقوم بكتابة كلمة سير خاطئة تقوم بالضغط على كونكسيو سوف تقدر لك هذه النفذة هنا يقولون لك يعني هل تحتاج الى مساعدة تقوم بالضغط على و سوف يقومون بطلب منك الاتصال الى 47 47 هذا الرقم خاص بمصلحة الزبناء سيروشبانك عندما تقوم بالاتصال بهم سوف تحتاج إلى ثلاثة دقائق في الانتظار بعدها سوف يقوم بالرد عليك موظف من الوكالة سوف يقوم بطرح عليك عدة أسئلة لكي يتأكد من حسابك بعدها تقول له المشكلة خاصة بك تقول له لقد قمت بكتابة كلمة السر ونسيتها أحتاج مساعدتك سوف يقوم بطلب منك بعض المعلومات مثل رقم الحسال تاريخ الازلياد الخاص بك ورقم الهاتف بعدها سوف يقوم بإعادة تفعيل الحساب الخاص بك وإرسال إليك كلمة السر يعني مؤقتة تقوم بالدخول بها بعدها تقوم بتغيير كلمة السر من التطبيق أو تقوم بالتوجه إلى الموقع الخاص بسيروشبانك هنا أيضا سوف تجد رقم المساعدة هذا الرقم 052-27-44-79-79 هذا الرقم يمكنك الاتصال به سوف يقوم بالرد عليك هنا سوف تكتب كلمة السر الخاصة بك خاطئة وسوف تقوم بالتوجه مباشرة إلى الخطوات التالية الخطوات التالية ما هي؟ سوف يطلبون منك جواب على السؤال الذي قمت بعمله حين قمت بتفعيل الحساب مثلا مكان إزدياد والدتك أو اسم المدرسة الأولى الخاصة بك أو سؤال قمت أنت باختياره سوف يقوم بطلب منك كتابته بعدها سوف تصل برقم في هاتفك تقوم بتأكيد الرقم بعدها يقوم بإعطائك الصفحة الموالية وهي كتابة كلمة السر الجديدة هكذا تكون قد قمت باستعادة كلمة السر خاصة بك إما من طريق سراش أونلاين أو من خدمة الزبناء 47-47 هذا الرقم تقوم باتصال فيه يعني في أوقات العمل من الثامن صباحا إلى الثالثة زوالا سوف يقوم بإجابة على جميع أسئلتكم هذا ما كان في هذا الفيديو متابعة قناة مروام الشار من حلقات سراش بنك أراكم فيديو قادم إن شاء الله مع شرح جديد ولازم تقوم بإشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي تتوصل بجميع التنبيه إلى اللقاء